هناك دعاء تقول بين السجدتين بتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك رب اغفر لي رب اغفر لي وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وفي لفظ واجبرني واجبرني يعني اجبر بخاطر يا الله لا تكسر بخاطر حينما اخرج من اللي من الصلاة اجبرني يعني كأنك تتكسر في اليوم عددا من المرات سواء من المشاكل او من ضغوطات الحياة حينما تأتي لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعيد ترميمك مرة اخرى يعيد جبرك مرة اخرى الله سبحانه وتعالى يعيدك الى الحياة مرة اخرى وانت في قمة تألقك لانك سجدت وقلت ما عندك لله سبحانه وتعالى ولذلك تدعى الله عز وجل وتقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهديني وارزقني واجبرني اجبرني اجبرني في كل امور يا الله اجبرني في عملي اجبرني في اسرتي اجبرني في اولادي اجبرني مع الناس واستر يعني بتطلم الله سبحانه وتعالى ان يجبرك في كل امر من امور الدنيا والاخرة اجبرنا 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 ا